أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح أسيسي أعطى في فبراير الماضي عقب الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجية للتنمية شمال سيناء وفي كلمتي خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء أشار مدبولي إلى أن الخطة المستهدف تنفيذها في شمال سيناء خلال خمس سنوات ستكون في ستة مراكز بالمحافظة بتكاليف تبلغ 363 مليار جنيه في فبراير لما سياد الرئيس في أثناء استفاف المعدات اللي شاركت في أعماله أو اللي أعلن أنه ستنزل وتشارك في أعمال تنمية وإعمار سيناء أطلق أنه سيبقى فيه خطة التطوير الاستراتيجي ستبدأ الدولة تعلن عنها وتنفزها الدولة المصرية وهنا أنا مش باتكلم على سيناء بس أنا يعني أنا باتكلم بحكم أن أنا موجود في شمال سيناء أنا هنا باتكلم فقط على ما حيتم في شمال سيناء وليس في جزيرة سيناء كلها الرؤية اللي حتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سيناء عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضركم تبعتوها في كل حطة في مصر شمال سيناء حتبقى إن شاء الله من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء على أعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي حيتم على هذه الأرض المباركة إن شاء الله إحنا بنتكلم على حجم إذا كنا بنقول إن اللي كان نصيب شمال سينة من العشر سنين اللي فاتت 283 مليار إحنا بنتكلم إن الخطة الجاية اللي بنستهدف في خمس سنين إن إحنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار